تفقد وزير الثروة السماكية فات كفاين فرع هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية بحضر موت واطلع على أعمال الفرع احتياجاته ونوها كفاين بجهود الهيئة ونشاطها البارزة في خدمة القطاع السماكي ووجه هيئة مصائد البحر العربي بدعم فرع هيئة الأبحاث في حضر موت لتنظيم للصيادة ووضع التشريعات على أسس علمية واشدد على ضرورة تطوير مشروع إنشاء الصالة البحرية ومساعدة فرع الهيئة لتنفيذ المشروع من قبل هيئة المصائد وشركات العاملة في القطاع السماكي حتى تكون نواتا لإنشاء متحف بحري كبير بحضر موت كما اطلع الوزير على المكتب البحثية بالهيئة والمعرض العلمية الذي شاركت به الهيئة في مهرجان البلدة العام المنصر